محمد من ماليزة بارك الله فيه يسأل عن حوش المسجد يقول هل يأخذ حكم المسجد مثلا من التحية والبيع والشراء محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة للمسجد ضبطه العلماء هو المكان الموقوف لله عز وجل والمحاط بسياج أو بحائط أو بشيء مما يدور دائر هذا المكان ولذلك المسجد هو المكان المحاط بهذا الجدار وبالنسبة لأحكام الحوش التي ذكرت والذي سألت عنه نعم تأخذ أحكام المسجد ولذلك الإنسان بمجرد أن يدخل المسجد من باب الحوش فإنه قد دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إنه لا يريد الدخول داخلا وكذلك البيع والشراء مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنه الصحابة الكرام والمساجد لم تبنى للبيع والشراء ولا لهوشات الأسواق وإنما يخرج من أراد البيع والشراء خارج المسجد فيجوز البيع خارج المسجد أما داخل المسجد فلا لأن المساجد هذه لم تبنى إلا لذكر الله ولي الصلاة ولي قراءة القرآن